طولة انتقاط الأنفاسة كابتن عمر لا مش هقولها كده يعني هقولك أن النادي الأهلي الراجل كولر بيقدم أوراية اعتماد بطريقة مختلفة قدمها في الصبر وكنت مع سوز أحمد لا النادي الأهلي بيقدم مدير فني ولعيبة وأسلوب لعب وطريقة لعب راجل بيغير طريقة اللعب على مدار المباراة ثلاث مرات بأسلوب معين الناس كلها بتتوقع الظاهر على الشاشة 4-3-3 وهو بيعمل حاجة تانية خالص اكتشافه اللعيبة كتير أول نجاحات مجموعة كبيرة من الموجودين من الصفقات اللي هو كان لي يد فيها زي مروان وخارد عبد الفتاح امباراة النادي الأهلي كان بيطوج أنه بطل كاس مصر رقم نسخة 54 واللقب رقم 38 لو أنت جيت حسبت النادي الأهلي امباراة بقى في 100 سنة الأهلي أول بطولة كان كاس السلطان سنة 1923 كاس السلطان ده أول كاس مصر يتلعب النادي الأهلي حصل عليه سنة 1923 بالمناسبة ده عدى 100 سنة بالمناسبة اللي أنت بتقول عليه نحن النهاردة بعد صهرتنا على طول بعد الأهلي في رمضان الأهلي هيعرض يعني فيلم وثائقي بمناسبة مرور 100 سنة على أول بطولة حقاها النادي الأهلي كاس السلطان ودي تاني بطولة لي يعني السوبر وبعد كده كاس مصر أعتقد زي ما أشرف قال الفترة دي هو محتاجها قبل مباراة الرجاء حصل شوية كلام على ماتش الهلال وبعد كده ماتش المحلة والراجل غير المفهوم حتى أسلوبه مبالح هو بيكلم مع محمد عمانيا مرغم الطرد وسلوبه قبل كده هو بيتكلم مع أحمد عبدالقادر احتراف بيدي صورة لجميع مدربة مصر إن أنا ما بشتغل بشتغل باحترافية بعمل لعبتي أهو أنت زعلان أنك خاركت نتيجة الطرد بس أنا بتعامل معك نفسيا بفرح بيك دلوقتي وبعد كده بنتكلم وتبقى عندك خبرات معينة من موقف عملته وما يتكررش تقل لأ وفيه حاجات تمام بتتم في الملعب أو خارج الملعب ما بيتم شلانان عنها ولا المدرب حتى بيحب يوضح للناس هو خد قرار في إيه والعمل إيه لا هو سباته الانفعال والزكاء عنده زكاء قوي في الحتة دي وهو بيتعامل حتى مبرح فيه الجون التاني لعملها حسين الشحات كان فيه حديث قبلها بدقيقة واحدة بيتكلم مع حسين لتغيير طريقة اللعب ويدم مهام لحمد فتحي اللي هو أحرز من الهدف التاني الزيادة دي شفناها في مبارات الزمالك شفناها في مبارات سموح شفناها في مبارات غزة المحل شفناها في مبارات الهلال شفناها في المبارات دي بأسماء مختلفة بس الأسسطور وحمد على فكرة من اللعبات